اشتركوا في القناة كل نوع من انواع الاسئلة اللي ممكن يجي لنا هي ضع علامة صح او خطأ اول حاجة بيقولنا هنا يجب الاستئذان قبل نشر اي معلومات متعلقة باصدقائك طبعا على الانترنت طبعا ده صح استخدام كلمة مرور واحدة لكل حساباتك يجعل من السهل اختراق معلوماتك يعني لو انت عندك باسورد واحدة بس لكل الحسابات بتاعتك لو حد عرفها يقدر يخترق معلوماتك بسهولة ده صح ولا غلط طبعا صح يجب على الباحثين ان يستخدموا دائما المعلومات المنشورة لعرض معلوماتهم ده صح ولا خطأ طبعا ده خطأ لان انت منفعش تنشر معلوماتك قدام الناس كلها على الانترنت اربعة اذا لم تتمكن من ايجاد ملف تبحث عنه يجب اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر طبعا ده خطأ وحدة المعالجة المركزية الـ CPU هي نوع من البرمجيات طبعا خطأ دي جزء في الكمبيوتر دي هاردوير مش سوفتوير لوحة المفاتيح هي جهاز يستخدم لاستخراج البيانات دي صح ولا خطأ طبعا دي خطأ احنا بندخل بيها البيانات من جهاز الادخال منها الكيبورد او لوحة المفاتيح سبعة الباسكالين مثال على اختراع من عصر ما قبل الثورة الميكانيكية طبعا ده خطأ يستخدم علماء الاثار الرادار لاختراق الارض لإيجاد الاشياء فوق الارض طبعا ده خطأ تستخدم علامة التنصيص لحصر اللي هي القسين دول لحصر نتائج البحث التي ترغب فيها طبعا دي صح الاقمار الصناعية ظهرت في عصر الصورة الميكانيكية طبعا ده خطأ يستخدم الماسح الضوئي في اطباعة الصور من الكمبيوتر على الورق طبعا ده خطأ من مخاطر الانترنت استخدام الاخرين بياناتك الشخصية طبعا دي صح من الحاجات اللي بتقابلك ممكن حد يحاول ياخد بياناتك الشخصية نظام التشغيل ليس ضروريا لتشغيل اجهزة الكمبيوتر طبعا ده خطأ ده مهم جدا المواقع الالكترونية التي تتضمن روابطها edu اللي هي education او gov اللي هي government لا تتمتع بالمصداقية لا طبعا هي بتتمتع بالمصداقية دي خطأ حسف برنامج وورد من جهاز يساعد على حل معظم المشكلات طبعا ده خطأ يمكنك رؤية ما تفعله على جهازك بالنظر الى شاشة العرض طبعا ده صح يساعدنا اختيار كلمات البحث في الحصول على نتائج البحث المطلوبة طبعا دي صح يمكنك تنزيل او download الملفات على جهازك بدون شبكة الانترنت طبعا ازاي هنعمل كده بقى دي خطأ تعتبر الكتب والمجلات من مصادر جمع البيانات طبعا دي صح عملية ادخال البيانات هي اخر مرحلة للوصول للمعلومات النهائية طبعا دي خطأ هي تشغيل البيانات اللي احنا بنعملها تشغيل جوه الكمبيوتر هي دي المرحلة النهائية لكن دي خطأ وسائل التكنولوجيا قد تشكل ضررا من حيث تناقل المعلومات المغلوطة طبعا دي صح وحدة المعالجة المركزية نوع من البرمجيات اللي احنا قلنا عليها مش وياه CPU طبعا دي خطأ هي هاردوير هي جزء من الكمبيوتر مش برمجيات يستخدم جهاز مقياس المغناطسية لتحديد الاتجاهات من خلال الاقمار الصناعية طبعا دي خطأ لان هو جهاز ما بيتصلش بالاقمار الصناعية هو بيوريك في معادن تحت الارض ولا لا 24 بيقولك في حالة عدم فتح تطبيق من اول محاولة يفضل مسحه من الجهاز اولا ثم اعادة تثبيته طبعا ده خطأ تعمل اجهزة الادخال في الكمبيوتر على معالجة البيانات طبعا ده خطأ يمكن ان تستخدم الصورة بدلا من الكلمات في عملية البحث طبعا ده صح صور الحاجة واعمل عليها بحث هتلاقي جابلك البيانات اللي موجودة على الانترنت عن الحاجة دي 27 عند تحميل الملف تقوم بحفظه على جهازك طبعا ده صح عندما تقوم بتحميل اغنية من جهازك تجدها في مجلد التنزيلات طبعا ده صح تمتلك شركة ابل برنامج العروض التقديمية powerpoint طبعا ده خطأ من الضروري وجود برنامج مكافحة فيروسات على جهاز الكمبيوتر في كل الاحوال طبعا ده صح لا يجوز اضافة اشخاص مجهولين الى قائمة اصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي من فاش نديف اي حد طبعا ده صح سيكون الهدف من اختراق بياناتك ومعلوماتك السرقة وطلب المال طبعا ده صح اللي بيحاول ياخد بياناتك ده عايز يسرقك ويطلب منك الفلوس 33 يكون للتنمر اثر نفسي وفي بعض الاحيان مرضي على المتنمر عليهم طبعا ده صح علشان كده التنمر ده شيء سيء جدا 34 التواصل مع اشخاص مجهولين بالنسبة لك يعرضك للتنمر طبعا ده صح اجهزة الاخراق تساعد على معالجة البيانات طبعا ده خطأ لضمان حماية جهازك من الفيروسات عليك اختيار برامج معقدة الاستخدام طبعا ده مالوش دعو بالفيروسات خالص طبعا ده خطأ رسائل مزاجة هي التي يتم ارسالها بشكل متكرر من جهات مجهولة طبعا ده صح اضافة التأثيرات الصوتية للعرض التقديمي يضيف المتعة للمشاهدين طبعا ده صح يمكنك اضافة مقاطع فيديو في الملصقات الاعلانية ازاي ملصق اعلاني وازاي هندفل فيديو طبعا ده خطأ قد يتعرض المتنمر للمساءلة القانونية لما يسببه من اذى طبعا ده صح قيام زميلك بمشاركة كلمة مرور الخاصة به معك تصرف سليم لا طبعا ده خطأ تقوم الطبيعة بتحويل الملف الورقي الى ملف رقمي طبعا ده خطأ احنا بنتبع بالطبيعة الملف الرقمي نخليه على الورق مش بنحول العكس تلاتة واربعين لكي لا يتضمن بحثك نتائج غير مرغوبة يمكنك اضافة الرمز اللي هو الاقواز دي طبعا ده صح لان ده يساعدك لما تبحث عن حاجة معينة يجيب لك النتائج بتاعتها او المعلومات الخاصة بيها على الانترنت بمنتهى لدقة يعد الحجب او بلوك احدى طرق التواصل مع زملائك او اصدقائك على شبكة الانترنت طبعا ده خطأ احنا هنا بنعمل بلوك للاشخاص اللي احنا ما نعرفهمش اللي ممكن يسرقوا بيانتنا ويستغلوها ضدنا 45 تحديد الجمهور المستهدف مهم لتحديد المحتويات لاي عرض تقديمي طبعا ده صح 46 يقوم الكمبيوتر بتحويل المعلومات الى بيانات لا هو بيعمل العكس هو بيحاول البيانات لمعلومات طبعا ده خطأ 47 شبكة الانترنت غير مهمة في الحصول على المعلومات طبعا ده خطأ 48 المعلومات هي النتيجة الاخيرة التي نحصل عليها بعد معالجة البيانات طبعا ده صح 49 لم تكن قالت باسكالين اكتشافا جديدا للبشرية في عصر الثورة الميكانيكية طبعا ده خطأ 50 طريقة برايل تحول الحروف الى رموز بارزة يمكن قراءتها عن طريق اللمس طبعا ده صح 51 وجود المقالات بدون اسم المؤلف على شبكة الانترنت يجعلها مصدرا موسوقا به طبعا ده خطأ تساعد اجهزة الاخراج على معالجة البيانات طبعا ده خطأ يستخدم البريد الالكتروني لمشاركة البيانات والتواصل بين الاصدقاء طبعا ده صح 54 برنامج معالج الكلمات وورد هو نوع من الاجهزة ازاي برنامج وزاي اجهزة طبعا ده خطأ 55 تساعدنا شبكة الانترنت في ايجاد المعلومات التي نريد لحصول عليها طبعا ده صح يستخدم نظام تحديد المواقع جي بي اس في ايجاد الاماكن التي ترغب في زيارتها طبعا ده صح 57 نظام التشغيل ليس ضروريا لتعامل مع جهاز الكمبيوتر طبعا ده خطأ 58 ضبط اسمعات الازن عن طريق الهاتف المحمول يسهل عملية الضبط على المستخدم طبعا ده صح عند حاجب شخص ما فانه يمكنه رؤية منشوراتك لما تعمل بلوك لحد ينفع يشوف منشوراتك طبعا ده خطأ لا ضرر من الحصول على بيانات احد زملائك دون استئزانه طبعا ده خطأ يجب الاعتماد كليا على محرك بحث جوجل للبحث عن اجابات عن اسئلتك كلها لا منفعش نعتمد عليه اعتماد كلي لان بيبقى فيه معلومات خطأ والناس نشرينها عشان يضللوا الناس طبعا ده خطأ لازم نسأل اكبر مننا ونسأل بابا وماما والمعلم بتاعنا في الاول 62 يحتاج الباحثون الى اجراء مقابلات لجمع معلومات اكثر في بحثهم طبعا ده صح 63 كان وجود اجهزة الكمبيوتر اساسيا في كل بيت في عصر الثورة الكهربائية طبعا ده خطأ 64 يتصل نظام تحديد مواقع العالمي GPS بالاقمار الصناعية لتحديد المواقع طبعا ده صح 65 استخدمت الكهرباء للمرة الاولى في عصر الثورة الكهربائية الميكانيكية طبعا ده خطأ 66 يعتبر موقع بنك المعرفة المصري من المواقع الموثوقة طبعا ده صح 67 نستخدم المزه الضوئي لإدخال النصوص والصور المطبوعة على الورق الى اجهاز الكمبيوتر طبعا ده صح 68 التكنولوجيا المساعدة هي تقنية تساعد الاشخاص زاوي الهمم على ممارسة حياتهم اليومية طبعا ده صح 69 يمكنك جمع البيانات من العديد من المصادر المختلفة طبعا ده صح اذا كنت ابحث عن جملة معينة ضع هذه الجملة ضمن علامتي تنصيص اللي هي الاقواص الصغيرة دي طبعا ده صح يكون الكرسي المتحرك الآلي اكثر فعالية من الاطراف الصناعية في حالة فقدان جزء من الجسم مش في كل الاحيان طبعا ده خطأ 72 يعد استطلاع الرأي والتجارب من اهم مصادر جمع البيانات طبعا ده صح للحصول على افضل نتائج عند البحث يمكن الاكتفاء بكلمتين او ثلاث فقط طبعا ده خطأ لتتذكر كلمة مرورك يمكنك استعمال اسمك او معلومة شخصية طبعا ده خطأ لو حد عرف اسمك هيكتب كلمة المرور بتاعتك بسهولة 75 تساعد لوحة مفاتيح برايل زاوي الهمم على استخدام الكلمات طبعا دي صح 76 اختيار كلمات مختلفة لحساباتك على المواقع تجعلك امنا على شبكة الانترنت طبعا دي صح في حالة تسلم رسالة تتضمن نصوصا بذيئة عليك ان ترسلها لاصدقائك طبعا ده خطأ صرقة هوية المشهورين فقط هي احدى مشكلات الانترنت لا طبعا ده خطأ تساعد برمجيات تجبير الشاشة لاشخاص ضعاف البصر طبعا ده صح 80 يستخدم جهاز الرادار المخترق للارض في اكتشاف المعادن تحت سطح الارض طبعا دي صح وعندنا النوع التاني من الاسئلة اصحابي هو اختار الاجابة الصحيحة فهنا بيقولنا مضمون المعلومات المنشورة على شبكة الانترنت يجب ان يكون ضارا مبهما موثوقا فيه جديدا تماما طبعا لازم يكون موثوقا فيه تقوم نقط بتحويل الحروف الى رموز بارزة فيمكن قراءاتها عن طريق اللمس سماعات الاوزن ولا الشاشة ولا طريق برايل طبعا طريق برايل ثلاثة قضاء الكسير من الوقت في استخدام التكنولوجيا يؤدي الى سعادة الكسل النشاط الراحة طبعا بيؤدي الى الكسل لان انت ما بتتحركش من مكانك ما بتبزلش اي نشاط جسدي اربعة يستخدم نقط كوسيلة اتصال في العصر الحديث اقلام الحبر ولا البريد الالكتروني ولا الاقلام الرصاص طبعا البريد الالكتروني خمسة الرمز الذي يضمن شمول البحث الكلمات او الحروف التي تريدها في بحثك هو اللي هي علامات التنصيص اللي قلنا عليها من شوية لازم تكون هي العلامة دي ستة تستخدم نقط للتواصل بالصوت والصورة محادثات الفيديو المقالات الرقمية المدونات الرقمية طبعا بالصوت والصورة بمحادثات الفيديو سبعة رابط نقط تدير هيئة حكومية دوت كوم ولا دوت جي او في ولا دوت أورج طبعا دوت جي او في ده اللي هو هيئة حكومية تمانية يفضل نقط بعد اصلاح واعادة تركيب الفقرة بالجهاز يفضل توسيل الشاحن الكهرباء للكمبيوتر والتأكب من التواصلات والاعادة التشغيل لا اعادة التشغيل المكون المسؤول عن ادخال البيانات للكمبيوتر لوحة المفاتيح ولا وحدة المعالجة المركزية ولا الطابعة طبعا ادخال البيانات يبقى لوحة المفاتيح تستخدم الكاميرا والمايكروفون في نقط المقالات ولا المحادثات الفيديو ولا الرسائل النصية الكاميرا والمايكروفون يبقى محادثات الفيديو اتناشر لتكوين كلمة مرور قوية يجب ان لا تكون من اقل من نقط حروف تلاتة ستة تسعة تمانية طبعا ما ينفعش تكون اقل من ثمان حروف يبقى تمانية تلاتاشر تستخدم نقط للتعبير عن ارائك شخصية عبر الانترنت مدونات رقمية بريد الكتروني نظام تحديد المواقع جي بي اس طبعا المدونات الرقمية اربعتاشر لاختيار كلمة مرور قوية يجب ان تضمن حروف ارقام كلاهما صحيح كلاهما خطأ طبعا حروف وارقام فكلاهما صحيح همستاشر تستخدم برمجيات تكبير الشاشة لاشخاص الذين يعانون من ضعف السمع ضعف البصر فقد احد الاطراف طبعا ضعف البصر ستاشر رأيت منشور لزميلك يسيء اليك في موضوع ما فماذا تفعل تتنمر على رأيه لا تعلق تقوم بحجبه تبلغ السلطات طبعا بتبلغ السلطات لان هو هنا بيهينك حتى لو عملت له بلوك او قمت بحجبه هو هنا بيدرك وبيوسيء ايديك فلازم تبلغ السلطات سبعتاشر رسائل تدعو لاعلانات زائفة على بريدك الالكتروني هي تحميل ملفات رسائل مزعجة بينات شخصية طبعا رسائل مزعجة تمنتاشر وجدت صورتك الشخصية على الانترنت على حساب ليس لك علاقة به وباسم مختلف يعتبر هذا تنمر حجبا لمعلوماتك فرصة لزيادة شهراتك سرقة لهويتك طبعا دي سرق الهويتك يستخدم نقطة النسخ الورق داخل الكمبيوتر شاشة العرض مركب الكلام الماسح الضوئي طبعا الماسح الضوئي من الأجهزة التي يحتاجها برنامج معالجة النصوص للكتابة على الكمبيوتر لوحة المفاتيح الطبيعة السماعات للكتابة على الكمبيوتر طبعا لوحة المفاتيح 21 يعتمد المستخدمون في البحث خلال شبكة الانترنت على محركات بحث مخصصة للأطفال برنامج معالجة الكلمات برنامج تقوم برنامج تقديم المواقع المتصفحات طبعا المتصفحات التي نفتحها لكي نفتح فيها المواقع المختلفة 22 جهاز يتيح لغير الناطئين التحدث مسح الضوئي طابعة مركب الكلمات طبعا مركب الكلمات 23 يمكنك استخدام نقطة بدلا من الكلمات في عملية بحثك الأرقام الحروف الصور الشفارات طبعا لو مشاركت بأرقام محروف ممكن نصور الحاجة ونحط ونعمل عليها بحث فيمكنك استخدام الصور أرسل صديقك طلب صداقة على مواقع تواصل اجتماعي يجب عليك غلق الجهاز حصف طلب الصداقة التأكد من هويته طبعا التأكد من هويته ممكن يطلع حد تاني اختيار قلمات مرور نقط لحساباتك على مواقع تجعلك آمنا قصيرة رقمية مختلفة عادية طبعا مختلفة لازم يكون لحساب يكون لكلمة المرور بتاعته علشان لو حد عرف كلمة منهم ما يقدرش يفتح كل الحسابات بتاعتك 26 تميز عصر الثورة الإلكترونية بظهور الكمبيوتر المحمول على الطبيعة الرموز الهيروغليفية طبعا الكمبيوتر محمول 27 يمكنك أن تجري المقابلات مع الآخرين وإضافتها إلى نقطة الخاصة بك الفيديو الملسق الإعلاني العرض التقديمي المايكروفون طبعا الفيديو الخاص بك بهذا يساعد ضعاف السمع المسح الضوئي الطابعة سماعات الأزون التبية طبعا سماعات الأزون التبية يستخدم نقطة في إنشاء مقاطع الفيديو الفقرة العرض التقديمي الهاتف المحمول الملسق الإعلاني طبعا الهاتف المحمول أي من الكلمات المرور التالية متابقة لمواصفات دي ولا دي ولا دي ولا دي أول واحدة طبعا لأن دي 8 حروف فيها حروف ورموز وأرقام وكابتل وسمول فهي دي الصح ودي المتابقة لمواصفات 32 تمكنك نقطة من إخراج المقاطع السلطية من الكمبيوتر فقر التحكم مكبر الصوت برمجيات تكبير الشاشة طبعا مكبر الصوت 33 عند وجود مشكلة في فتح واحد التطبيقات على جهاز الكمبيوتر فأنت قد تكون بحاجة إلى إعادة تشغيل الجهاز استبدال الفارة استبدال لوحة المفاتيح طبعا إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى 34 تتضمن نقطة اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك المعلومات الشخصية رسائل المزاجة تنزيل البيانات طبعا المعلومات الشخصية 35 معلومات وآراء شخصية تعبر عن صاحبها متاحة للقراءة والتنزيل في مختلف المواقع طبعا دي المقالات المنشورة ولا البريد الإلكتروني ولا الرسائل النصية طبعا دي المقالات المنشورة و36 أحد الأجهزة الملحقة التي تستخدمها خلال محادثات الفيديو الطبيعة الماسحة الضوئي الكاميرا طبعا الكاميرا أتمنى أن احنا نكون عملنا ريفيجن سريعة وعرفنا شكل الأسئلة اللي ممكن تجلنا في امتحان نص السنة ودي الأسئلة دي خاصة ببنك المعرفة أتمنى أن انت تكون استفدت من درس النهاردة لو أعجبك الفيديو أعمل لايك أتمنى ألاقي ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم أن انت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سايف لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته